قال وزير داخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم بأن استراتيجية المؤسسة الأمنية تنطلق من رؤية تكلونوجية وتقنية وتواكب التطور العالمي بمجال الأمن فضلا عن تأهيل العنصر البشري ورفع كفاءته وتكريس خبراته جاء ذلك في بيان للدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب ترأس الشيخ ثامر الصباح لاجتماع أمني عقد ضمن مساعي استكمال المنظومة الأمنية المتكاملة التي دشنت عام 2014 وفيه قدم عرض مرئي عن مستوى الاتصال والاستعلام والمراقبة الميدانية ومعالجة وتبدل البيانات والمعلومات واستقبال البلاغات بما يسم في سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي خروج على القانون وتحديد موقع الأحداث